ببركتين من غبطة البطريارك كيريوس كيريوس في أوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن تمت سيامة كل من الأخت رولا مطر والأخت نسرين كيال راهبتين بالكنيسة الرومية المقدسية أثناء خدمة صلاة الغروب الاحتفالية لعيد الصليب المكرم في كنيسة السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين وقد حملت الأخت رولا اسم نكتاريا كما حملت الأخت نسرين اسم ليديا شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنى والشماميس الأجلاء وسط حضورا اقتصرا على ذوي الراهبات بسبب الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وبعد إلقاء كلمته وجه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الراهبتين للموت الطوعي من أجل المسيحي وعيش البذل والتضحية حتى تتقدسان ويتمجد الله في حياتهما اشتركوا في القناة شكرا